السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد اليوم إن شاء الله سنقدم لكم في هذا الفيديو نمادج الامتحانات مباراة متصرفين من الدرجة الثانية أوي التالتة وكذا التقنيين من الدرجة التالتة ثم كذلك سنقدم لكم بعض المواضيع التي يجب التركيز عليها من أجل الاستعداد الجيد لهذه المباراة إذن أول حاجة أخذكم طلعوا على القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمنظومة الصحة طلعوا مثلا على مواضيع حماية الصحة العمومية ثم الاتفاقات الدولية كذلك المنظومة الصحية الوطنية ثم تنظيم مهام وزارات الصحة كذلك التأمين عن المرض ثم تعريفات بعض الخدمات والمنتجات الصحية ثم كذلك التشريع المتعلق بالمنتجات الصحية كذلك المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارات الصحة كذلك حاول تركزوا لهذه المواضيع أرى مهمة بزاف من بينها الحماية الاجتماعية ثم الحكامة الصحية بالمغرب إضافة إلى النموذج التنموي وعلاقته بالمنظومة الصحية كذلك الدور الرقمنة في قطاع الصحة دون نسيان واحد الموضوع مهم لمؤخرا اكتر عليه الحديث ويتعلق الأمر بالسجل الوطني للسكان ثم السجل الاجتماعي الموحد هذا المواضع يجب عليكم دروري تركز عليهم إضافة إلى بعض المواضع الأخرى التي لها علاقة بمنظومة الصحة أما الآن سنحن نقدم لكم موضوع طرح خلال السنة الماضية في مباراة متصرفين من الدرجة التالتة خصص القانون الموضوع الأول كان على هذا الشكل دعم المبادرات الخاصة والتشغيل الداتي في إطار التنزيل السليم للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية في بلادنا أما الموضوع الثاني فكان على هذا الشكل الحق في الصحة بالمغرب بين الارتقاء بالمنظومة الصحية والتحكم بالمحددات الاجتماعية يعني كنعطاه جزء مواضع أنت كتختار على حسب اختيارك غير هو واحد الملاحظة بالنسبة لكم كرة السنة توقعوا أي حاجة ربما يكون امتحان على شكل QCM أو لا على شكل موضوع إذن هذا هو المواضع التي اطرحت خلال السنة الماضية في مباراة متصرفين من الدرجة التالتة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أما الآن سنقدم لكم نموذج مباراة متصرفين من الدرجة الثانية إذن أولا نموذج لمباراة متصرفين من الدرجة الثانية تخصص العلوم القانونية أجيب عن أحد المواضع باللغة العربية أوي الفرنسية يعني اعطوهم ثلاث مواضع أنت كتختار الموضوع الأول حسب تحليلكم الشخصي كيف استطاعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحفاظ على الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية تزامنا مع جائحات كورونا كانوا أعطوهم واحد الفقرة من الفاصل 154 من الباب 12 من دستور 2011 ثم الجواب يعني على ذلك السؤال المطروح الموضوع الثاني تقوم المرافق العمومية على مبادئ أساسية من بينها قابلية المرافق العمومي للتعديل والتجديد والتغيير حسب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع السؤال كيف يتم تحقيق هذا المبدأ في ظل الحديث على الرقم والأنظمة المعلوماتية الموضوع الثالث والأخير تعاني بلادنا في السنوات الأخيرة من ظاهرة هجرة الكفاءات الصحية السؤال على الشكل التالي في نظركم ما هي الأسباب وسبل الحد من هذه الظاهرة هنا كذلك نموذج لامتحان مباراة متصرفين من الدرجة الثانية لكن تخصص العلوم الاقتصادية والتدبيرية كذلك تجاوب على أحد المواضع الثالية باللغة العربية أو اللغة الفرنسية الموضوع الأول أظهر وباء كوفيد-19 شاشة المنظومة الصحية عالميا كيف يمكن لهذه الجائحة أن تساهم في تطوير القطاع الصحي؟ الموضوع الثاني قدم النموذج التنموي الاقتصادي توصيات لعدة إشكاليات في مختلف الميادين ما مساهمت هذا النموذج في ورش إصلاح المنظومة الصحية قصد الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين؟ وهنا امتحان آخر في مباراة متصرفين من الدرجة الثانية تخصص الافتحاص ومراقبات التسيير كانوا أعطوهم واحد النص ثم السؤال على هذا الشكل تحدث عن دور الافتحاص في ترسيخ فعالية التدبير العمومي الحديث والموضوع الثاني السؤال كان على هذا الشكل ما هي في نظركم أهم التزامات الحكومة الحالية المتعلقة بتدغيم ركائز الدولة الاجتماعية؟ نموذج امتحان آخر كان على هذا الشكل تتولى وزارة صحة والحماية الاجتماعية إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بصحة المواطنين ويدخل في هذا الإطار تعميم الحماية الاجتماعية طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله حسب رأيك ما هي العناصر الأساسية التي يقوم عليها هذا الورش وما هي الآليات والمقومات الكفيلة بالتنزيل السليم له كما لاحظتم فهذه نماذج امتحانات متصرفين بوزارة الصحة أما الآن سوف نقدم لكم نماذج مباراة تقنيين من الدرجة الثالثة إذن هذه نماذج تكنيسيان تخوزي عن قراط بمعنى تقني من الدرجة الثالثة كما تلاحظون فهذه النماذج في على شكل كيوسي إيم اشتركوا في القناة إذن كما لاحظتم فهذه نماذج لبعض امتحانات مباراة متصرفين من الدرجة الثالثة وثالثة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا التقنين إن شاء الله في الفيديو المقبل سنقدم لكم نماذج أخرى فالآخر كنتمنى للفيديو لإعجابكم وما تنسوش الدعم للاشتراك وتقوم تفعيل زر الجلس سحسي لكم أي جديد وبالتوفيق والسلام